معنا من باريس الكاتب والباحثة السياسي الليبي سيد كامل مرعاش أهلا بك سيد كامل معنا على سكاي نيوز عربية سيد كامل اليوم السؤال الأبرز حياك الله السؤال الأبرز اليوم المجلس الرئاسي سيد المنفي هل فعلا يملك قدرة التدخل إذا ما فشل هؤلاء القادة الكبار في إيجاد توافق يعني ما القوة التي تكمن في المجلس الرئاسي أيضا ما طبيعة التدخل الذي سيكون إذا ما فشل هذا الاجتماع أعتقد أن المجلس الرئاسي فقد أي قوة وليس له أي صلاحيات منذ أن جاء إلى السلطة وسمي بالمجلس الرئاسي تلاثي الرؤوس الحقيقة أنا أقرأ هذه الخطوة على أنها توطئة لاستمرار هذا الجسم في السلطة لأن الجميع يعرف أن هذا الجسم المجلس الرئاسي والحكومة أتى بهما ملتقى الحوار وحدد لهما مهلة زمنية تنتهي بنهاية هذا الشهر وبالتالي هذا المجلس أيضا فاقد للشرعية ليس له أي شرعية سيادية أو سياسية ليطلق هكذا مباذرة وهناك أسباب أخرى كثيرة حقيقة تدعو إلى الاستغراب لماذا تأخر هذا المجلس الرئاسي في طرح هذه المباذرة لماذا لم تكن منذ الأيام الأولى لعهدته لماذا تأخر لماذا لم يدعم لجنة خمسة زايد خمسة لماذا لم يدعم المصالحة الوطنية لماذا لم يتواصل مع كل الأجسام العسكرية في ليبي بما فيها قيادة الجيش رغم أنه يستقبل يوميا قادة بعض المجموعات المسلحة ويمنحها النياشين ويمنحها الرتب إذن هناك علامة استفهام كبيرة جدا على أذاء هذا المجلس وأنا أعتبرها أذاء كارثي منذ أن تولى هذا السلطة والآن يبحث عن مبرر عن عذر ليستمر في السلطة بعد انتهاء ويلياته نهاية هذا الشهر مثلهم مثل حكومة عبد الحميد أدبيبة لكن سيد كامل البعض قد يختلف معك يقول كل الأجسام الموجودة اليوم هي كشاكلة المجلس الرئاسي يعني ليس لديها الكثير من الشرعية أو انتهت شرعيتها بعض يقول المجلس اليوم لديه ثقل في قليمه مع الدول العربية يحمل توازنات عديدة ألا ترى فيه ممكن أن يكمن الحل فيه يعني بناء على أنه لم يتدخل في هذه المشاكل صحيح أن كل الأجسام الموجودة في ليبيا فقدت عهدتها أو على الأقل تجاوزت المدة ولكن يبقى فرق أساسي أنه مثلا البرلمان أتى عبر انتخابات البرلمان أتى به الليبيون هم الذين رشحوا أعضائه وهم الذين انتخابوهم بإرادتهم الحرة عبر صندوق الاقتراع وهذا لا يتوفر أبدا للمجلس الرئاسي الذي أتى نتاج اتفاق جينيف وملتقى الحوار لـ 75 شخصية اختارتهم الأم المتحدة أو بالأحرى ستيفني ويليامز وحددت لهم إطار زمني هذا الإطار الزمني انتهى وبالتالي شرعيتهم انتهت البرلمان بحكم أنه انتخب شعبيا فلا يجوز أن يترك المكان فارغ دون أن تجرأ انتخابات برلمانية عبرها السلطة الشرعية لكن سيد كامل هذا المجلس الرئاسي متوافق عليه لكنه متوافق عليه دوليا اقليميا رأينا سيد المنفي زياراته هناك ثقة فيه نوعا ما ولكن سيد الفاضل هذه الثقة الدولية لا يمكن أن تستمر في سلب سيادة ليبيا ولا يمكن أن يعتمد عليها في إدارة الفوضى هناك قوى اقليمية وقوى دولية الآن تلعب بمبدأ استمرار هذه الفوضى وإدارة هذه الفوضى دون اللجوء أو دون الولوج لحل دائم لليبيا ينهي هذه السيطرة وهذا النفوذ وهذا نعرفه جيدا بريطانيا الولايات المتحدة يلعبون على ذلك وللأسف المجلس الرئاسي وحكومة عبد الحميد الدبيبة تحولوا إلى أدوات تستخدمهم هذه القوة لاستمرار حالة الفوضى واستمرار حالة الفوضى يعني استمرار الذولة الفاشلة وهي الدريعة التي تتخذها هذه الدول في البقاء والهيمن على الملف الليبي دون أفق للحل هذه المبادرة متأخرة جدا الشعب الليبي يا سيدي متصالح مع نفسه هذا المجلس فشل حتى في مصالحة الميليشيات المتصارعة في طرابلس والذي يقول أنه القائد الأعلى للجيش هذا القائد الأعلى للجيش لا يستطيع أن يمنع تحرك ميليشيا صغيرة في طرابلس من مواقعها ويعني يقول أنه رئيس أو القائد الأعلى للجيش أنت تعرف أنت يعني الأطراف كلها محكومة في شرق البلاد أو في غربها يعني هناك قادة وميليشيات مختلفة أيضا لكن اليوم إذا ما تحدثنا أن هذا الاجتماع قد يفشل ما بين جانب البرلمان وسيد المشري وأطراف أخرى ألا ترى أن هذه المبادرة يعني قد تكون داعمة يعني هنا تكمن أيضا قوتها هكذا يقال داعمة لأي شيء يا سيدي المصالحة الوطنية أكبر حجم من المجلس الرئاسي أنا أقول لك الشعب الليبي متصالح مع نفسه لدينا مشكلة مع المجموعات المسلحة التي تتقاتل في طرابلس دون أن يمنعها هذا المجلس الرئاسي كان له من الوقت الطويل أن يوحد بين هذه المجموعات المسلحة على الأقل في طرابلس ويهيئها للدخول للجيش أو يدمجها في إطار الجيش لكنه لم يفعل ذلك ثم المصالحة تبدأ من التواصل مع كل الأجسام لماذا السيد المنفي يخشى أن يتواصل مع قيادة الجيش الوطني في شرق البلاد لماذا أليست هي طرف أساسي في هذا الصراع لماذا يتجنب الذهاب إلى ذلك لأنه يخشى من الميليشيات ولأن الميليشيات حذرته أكثر من مرة أن لا يذهب ويقابل خليفة حفتر بل أنه تعرض لمحاولة اختطاف ومحاولة اعتقال لأنه فكر الذهاب إلى هناك إذن المعطيات كلها الموضوعية لا تؤهل هذا المجلس أن يقود أي مصالحة وهذه المبادرة جاءت متأخرة السؤال لماذا الآن؟ لماذا هذا التوقيت؟ لماذا لم يطلقها من قبل؟ وصلت الفكرة